بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات ونسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه ونسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل تحدثنا في درس الأمس عن قضية القلوب لأن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم وقول الله عز وجل هو الحق قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فتبين بهذه الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف أن صلاح الإنسان في دنيا وصلاحه في أخرى منعقد بصلاح قلبه وفساد دنيا وفساد آخرته منعقد بفساد قلبه وقلنا أن الأمر إذا رجعنا إلى الوحي إن منعقد هذا الصلاح بالقلب لأن القلب اختاره الله عز وجل ليكون المسكن لعقلك يا ابن آدم وعقل الإنسان هو الأداة التي خلقها الله عز وجل فيك لتدرك بها الأشياء وتتصور بها حقيقتها وتدرك ما في الأمور من النفع ومن الضر فالأداة التي تدرك بها هذا الأمر إنما هي العقل والإنسان كما قلنا أيضا خلقه الله عز وجل على خلقة يطلب تحصيل النافع وكذلك دفع الضر وأن الإنسان حارث همام هكذا خلقنا الله عز وجل خلقك الله حارثا هماما وهكذا خلق كل إنسان والحارث هو الفاعل والهمام هو المفكر المريد فكل إنسان يفكر ثم يتحول تفكيره إلى إرادة وعزم ثم يتحول العزم إلى فعل وحرف لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وعرفنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهمام بمعنى أن الأسماء التي لها معاني إن سميت بها الناس فليس هناك من الأسماء التي لها معاني إن سميت بها الإنسان ليس بالضرورة أن ينطبق المعنى على المسمى كما قلنا لو سميت ألف رجل أو مئة ألف رجل بشجاع هل يلزم أن يكون هذا العدد مئة ألف كل واحد منهم شجاع لأن نسمه شجاع الجواب لا لكن لو سميت البشر من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان إلى يوم القيامة بأي اسم من هذين الإسمين حارث أو همام لن طبق المعنى على المسمى فكل إنسان هو همام وكل إنسان هو حارث فاضح المعنى إذن هذا معنى قول النبي صلى الله سلم وأصدقها حارث وهمام هذا الحرث والهم الذي يتحرك به الإنسان أين يتجه كل الناس يتجهون بالحرث والهم نحو هذين الأمرين ما هما أن يحقق لنفسه منفعة أن يدفع عن نفسه مضرة طيب لماذا يحقق المنفعة ولماذا يدفع المضرة لأن في تحصيل المنفعة اللذة السعادة وفي دفع المضرة اللذة والسعادة وفي فقد المنفعة الألم وفي حصول المضرة الألم فلذلك هو يريد أن يسعد نفسه وما يريد أن يعيش متألما فلذلك هو دائم الحرث والهم نحو تحقيق النافع والضار لكن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه هل عنده القدرة أن يحقق لنفسه النافع أن يحقق وأن يعلم ما هو النافع والضار الجواب لا وهذا مدرك عند كل الناس أليس الطفل الرضيع وهو يحبو قد يمد يده إلى النار وتحترق فهو لا يعرف النافع والضار فالآلة التي بها يعرف النافع والضار هي ماذا؟ هي هذا العقل وأدواته وطرقه التي توصل إليه تلك المعلومات السمع والبصر فهذه أدوات التعلم العنصر الرئيس هو القلب والبوابات إلى القلب هما السمع والبصر وقال الله عز وجل في القرآن وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا لا تَعْلَمُونَ شَيْئَا فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ إذن هذه أدوات التعلم فالعقل أعطاه الله عز وجل هذه القدرة أن يدرك ما في الأشياء هل العقل عنده القدرة الكافية أن يستقل بنفسه في تحديد النافع والضار نظرنا إلى واقع البشر فوجدنا أن الأمر لا يمكن ما الدليل؟ وجدنا أن الناس بعقولهم يتفاوتون في تقويم الشيء الواحد أليس هناك من ينظر إلى الخمر في نظره أنها أمر نافع أليس هناك من ينظر بالضد ويرى أنه أمر ضار؟ هو شيء واحد فتفاوت النظر فوجدنا أن الناس إذن يستعملون أداة العقل ولكن وجدنا أنهم تفاوتوا فأعطى ذلك دلالة أن العقل لوحده لا يستطيع أن يصل إلى حقائق الأمو فلذلك أنزل الله عز وجل وهو العليم الحكيم وحيه ليكون أعظم مقصود من هذا الوحي الذي أنزله الله ما هو؟ إصلاح عقلك بمعنى إصلاح الميزان الذي به تدرك حقائق الأشياء وما فيها من النفع والضر فيعطيك الميزان الصحيح لكي تقيس به الأشياء فتدركها وتدرك ما فيها من المنفعة والضر ولذلك أصبح أعظم محل للصراع بين الحق والباطل بين داع الحق وداع الباطل بالنسبة لك يا ابن آدم هو قلبك فهدى الرحمن مقصوده الأعظم أن يصلح قلبك فيكون سليم وداع الباطل مقصوده الأكبر أن يصل إلى قلبك ليكون مواليا له فميدان الصراع على هذا الإنسان من داع الحق وداع الباطل هو هذا القلب لأنه إن استحوذ داع الباطل على القلب أظله انحرف الميزان والجسد تابع لماذا لهذا القلب لأن سلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا أصبح أعظم مقصود لنا في الحياة هو ماذا هو أن نصلح قلوبنا أن نصلح قلوبنا هذا جانب إلى هذا الأمر هنا مدرك إذا عرفنا قضية القلب وقيمتها والسبب وأن السبب أن القلب مسكن للعقل والعقل هو الأداة التي يقيس بها الإنسان الأمور ويدرك بها الأشياء هذا العقل من كمال رحمة الله ومن كمال عدل الله أن جعل الأصل في خلقته ماذا السلامة فهو محل لهذه الفطرة السوية وأساس الفطرة قائم على ماذا قائم على علم الإنسان بأن له ربا عظيما فالفطرة قائمة على هذا الاعتقاد الإيمان بوجود الرب والإيمان باستحقاق هذا الرب أن يعبد وأن يعظم وهذا أمر موقور في صدرك وهذا ما أخبر الله عنه في القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وهذا أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإذا هذا أمر القلب وهذا شأنه الدنيا خلقت بهذا النظام وتفاعل الإنسان معها بهذا النظام لحكمة عظيمة هذه الحكمة هي ماذا هي الابتلاء والامتحان وهذا ما ذكره الله لنا في القرآن ماذا قال الله في القرآن قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله عز وجل في صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين طيب لماذا الابتلاء والامتحان للإنسان وهل البهائم تبتلى وهل المخلوقات هذه تبتلى الجواب لا لماذا لأنها عرضت الأمانة على كامل المخلوقات التي هي عبادة الله وحده وهل تؤديها هذه المخلوقات بمحض الخلقة أو بإرادتها واختيارها فاختارت المخلوقات أن تحقق ذلك الأمر بمحض الخلقة واختار الإنسان أن يحقق ذلك بماذا بالإرادة والاختيار إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إذن أنت اخترت بين يدي ربك أن يكون أداؤك لهذه الأمانة باختيارك فلذلك أصبح الأمر محل الإبتلاء والامتحان وجعل ثمرة الإبتلاء والامتحان الجزاء العادل لأن الناس سينقسمون أمام هذا الإبتلاء والامتحان إلى قسمين إلى فريقين إلى فريق محقق لمقصود الإبتلاء وينجو وينجح وإلى قسم لا يحقق مقصود وغاية الوجود فيسقط ويرسق فمن نجح يكافى ومن لم ينجح يجازى فلذلك قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة للحساب ولذلك قال الله أنه سيجعل علينا كراما كاتبين يكتبون علينا كل ما نعمل ويوم القيامة سيقال لكل واحد منا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهذه المجازاة إذا كان الإنسان سيجازا إذا لا بد أن يكون هناك أمرا معلوما واضحا وإلزام بين فلذلك قال الله عز وجل ويسرن القرآن للذكر ولذلك الله عز وجل أنزل هذا القرآن مبينا وبين فيه ما هو أمر الله فأجمل في بياني هذا الإلزام وهذا في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن ما هو الإلزام الذي ألزمك الله عز وجل به وسيكون هو محل الإختبار والابتلاء والامتحان أن تعلم أن الله خلقك لغاية عظمى هي عبادة الله وحده ثم جاء وفصل في هذه العبادة فأخبرك عن مفردات هذه العبادة عن الإيمان عن التقوى الصلاة الصيام الزكاة صلة الرحم إلى غير ذلك من الأوامر ففصلت في كتاب الله وجاءت السنة وشرحت ذلك كله وبين لك المنهيات نهاك عن الكفر عن الشرك عن النفاق عن أكل الربا عن الزنا عن شرب الخمر فتبين لك المطلوب وتبين لك الممنوع فإذن خلق الله فيك هذا العقل ومن كمال عدله ورحمته أن الأصل فيه ماذا أنه سليم بتلك الفطرة ولكن تلك الفطرة تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى تكميل حتى تحقق المراد أين هذا التكميل هو في هذه الشريعة في هذا الوحي الذي جاء من عند الله فصلاح قلبك سيكون بماذا بأمرين الأمر الأول أعطاك الله إياه إكراما منه أعطاك وأعطى كل إنسان ما هو هذا الأمر الفطرة السليمة الثاني ما هو الشرعة المستقيمة ولذلك لو لم تأتي هذه الشرعة لإنسان ثم لم يؤدي المطلوب هل يعذبه الله الجواب لا ما الدليل قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهذا من كمال عدل الله عز وجل فإذا هذا أمر القلب طيب النفس هذا المخلوق أيضا الذي خلقه الله وهو الذي حمل الأمانة وهو المسؤول بين يدي الله وهو الذي وهذه النفس هي التي يقع عليها المجازاة والألم هذه النفس خلقها الله عز وجل وأخبر أن النفس أمارة بالسوء وقال وهديناه النجدين ففيها القابلية أن تسير على خط الاستقامة وأنها تسير على خط الانحراف ليكون الإبتلاء والاختبار أول ما يكون في صدرك في داخلك بين نفس أمارة بالسوء وبين قلب الأصل في خلقته السلامة فالنفس ساعية إلى ماذا إلى أن تهيمن على هذا القلب ليكون تابعا لها والقلب ساع مع النفس إلى تزكيتها لتكون تحت أمره وأنه هو الذي يدرك الأشياء فأصبح إذن الوحي دوره الرئيس إصلاح هذا القلب ثم إعانة هذا القلب على ماذا على تزكية نفسه فإذا صلح القلب صار وصفه ماذا سليم كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإذا هيمنت عليه النفس نقلت ذلك القلب من السلامة إلى المرض فإذا ازداد مرضه نقله من المرض إلى الموت وإلى القلب القاسي فالقلب كلما قويته بمادة الغداء السليم فهو سيتجه إلى النفس لإصلاحها فإذا صلحت النفس ما هو وصفها أنها النفس الزكية وأنها النفس المطمئنة وإذا فسدت نزلت إلى مستوى النفس الأمارة وإذا كان الفساد وسطا فكانت النفس اللوامة إذا ثلاثة مستويات للنفس وثلاثة مستويات للقلب فالنفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة إن النفس لأمارة بالسوء إذن هذا إخبار الله وقال الله عز وجل لا أقسم بالنفس اللوامة وقال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية إذن ثلاثة أوصاف للنفس فقد تكون النفس لوامة وقد تكون أمارة بالسوء وقد تكون مطمئنة والقلب قد قد يكون سليما صحيحا وقد يكون مريضا وقد يكون قاسيا ميتا وهذا كله ذكره الله عز وجل في كتاب فالقلب إذن إذا صار سليم اتجه إلى النفس لتزكيتها وليس شيء في مهمة القلب أعظم من أن يزكي نفسه النفس التي ينتمي إليها أن يزكيها ولذلك قلنا أن الله أقسم إحدى عشر قسم في القرآن وأن وهذا الأمر نكرره لأهميته ما تكرر في القرآن أبدا أن الله أقسم على شيء بهذا العدد من الأقسام إلا ذكر ذلك مرة واحدة في سورة الشمس وضحاها حيث أن الله أقسم إحدى عشر قسم أقسم بماذا أقسم بالشمس وأقسم بضحاها وأقسم بالقمر إذا تلاها وأقسم بالنهار إذا جلاها وأقسم بالليل إذا يغشاها وأقسم بالسماء ومن بناها وأقسم بالأرض ومن طحاها وأقسم بالنفس ومن سواها إحدى عشر قسم ما هو جواب القسم قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها المفلح من زكا نفسه والخائب الخسران من لم يزكي نفسه فأدرك فأدركنا إذن أن تزكية النفس شأنها عظيم ولذلك أيضا كان تزكية النفس أحد مقاصد النبوة فقال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته هذه واحدة ويعلمهم الكتاب اثنين والحكمة ثلاثة ويزكيهم فهذا يعطينا دلال على أهمية التزكية فهي ربع الرسالة ربع غايات الرسالة أن تزكى هذه النفوس وأن يصبح الإنسان يحمل نفسا زكية نفسا زكية وقلبا سليما وأن يكون ذلك كله في دائرة غاية الوجود وهو عبادة الله عز وجل وحده هذا القلب حتى يكون سليم لابد له من غذاء وإذا مرض لابد له من شفاء فالقلب إذن يحتاج إلى غذاء حتى يكون سليما ويكتمل تكتمل سلامته وهذا الغذاء ما هو غذاؤه في الإيمان وكيف يتحصل على الإيمان يتحصل على الإيمان في القرآن فأصبح القرآن هو ماذا هو زاد القلب بالإيمان فإذا مرض احتاج إلى العلاج أين العلاج في القرآن لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء فزاده في القرآن لطلب الإيمان وشفاؤه في القرآن فأصبح الإنسان لا يمكن أن يستغني عن القرآن لن تحمل قلبا سليما وأنت هاجر للقرآن والهجر للقرآن هجر بحسب الأمور الأربعة التي ذكرناها بالأمس وبها تكون العلاقة مع القرآن سليم ولا تكون هاجرا هذه الأمور الأربعة لا تنساها لا تنساها إذا علمت أن غذاء قلبك في القرآن وأن دواء قلبك في القرآن وأنه لا بد أن تقوم العلاقة بينك وبين القرآن لتتزود بالغذاء ولتتداوى بالعلاج فاعلم أن علاقتك بالقرآن تكون سليمة إذا حققت مع القرآن أربعة أمور الأول ما هو الأول يتكون من ثلاثة أفعال ما هي اقرأ القرآن لأن الله أول ما أنزل من القرآن اقرأ ولأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من اقرأ الثانية اسمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن أول مقصد في النبوة ما هو أن يسمع الناس القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يسمعهم القرآن وإن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إذن أنت تقرأ وأنت ماذا وأنت تسمع الثالث ما هو أن تسمع القرآن تبلغ تبلغ القرآن فأسمعه كلام الله إذن هذا الأمر الأول الثاني ليس فقط القراءة القراءة ليكون هناك أمر ثاني ينبني عليها ما هو القلب العقل الأداة التي أعطاك الله هي إياها لتدرك بها الأشياء أعظم شيء توجه إليه القلب هو ماذا هو أن تتدبر هذا القرآن قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك لأجل ماذا ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إذن ما هو الحق الثاني أن تتدبر ما قرأت وأن تتدبر ما سمعت فإذا تدبرت وصلت إلى إلى ماذا إلى الفهم الصحيح الذي يريده الله من هذه الآيات فيأتي الحق الثالث ما هو أن تؤمن أن تتيقن فالقلب الذي استخدمته أولا لكي يفهم بالتدبر فتحتاج أن هذا القلب يؤمن بهذا التصور الذي وصل له من تدبر آيات القرآن وأن يعلم أنه الحق أنه الحق فإذا وصلت إلى الإيمان واليقين فيأتي ماذا الأمر الرابع وهو الخضوع فعندها يقوم القلب بمهمته في أن يزكي النفس وأن يلزمها بأن تعمل بمقتضى هذا الحق الذي فهم ويأمرها بأن تخضع الجوارح لتعمل بهذه الأوامر التي جاءت في كتاب الله فهذه الحقوق الأربعة واضح إذن العملية بهذه الطريقة فإذن أنت بالقرآن تبني الإيمان وبالقرآن تحافظ على قلبك من الأمراض ثم بالقرآن تتجه بقلبك لتزكية نفسك وبالقرآن تتجه بقلبك إلى أن يأمر النفس وأن يوجهها بأن تخضع الجوارح لتعمل بما جاء في القرآن وهكذا يكون هذا الإنسان المؤمن هذا الإنسان الذي وضع نفسه على الصراط المستقيم هذا القلب الذي هو بهذه الكيفية وهذا الأثر العظيم الخوف عليه من ماذا قلنا من ثلاثة أمور الأول أنه قبل أن يسبق إلى تزكية النفس تسبق إليه النفس الأمار بالسوء بالسوء فتهيمن عليه وهذه إشكالية الأولى الإشكالية الثانية والأمر الثاني ما هو الشيطان إبليس والأمر الثالث ما هو الذنوب والمعاصي والفتن فهذه الأمور التي نخاف على قلوبنا منها نخاف على قلوبنا من نفس أمارة بالسوء لأن النفس كما وصفها الله وصفها بوصفين لا بد أن نعمل على معالجتها وهذا محل الاختبار والابتلاء قال الله عز وجل في آية الأمانة بماذا وصف الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان يظلم نفسه والإنسان يجهل مصالح نفسه وخطورته من ذلك أن النفس بهذين الوصفين تريد أن تهيمن على القلب ليتبعها فيما هي موصوفة به من الجهل والظلم فتغطي القلب بهذين الوصفين فيصبح الإنسان والعياذ بالله عابدا لهواه أفرأيت من اتخذ إلهه هوه ثم الخصم الثاني إبليس وهذا الأصعب إبليس لأنه الله عز وجل أخبرنا أن هذا الخصم وهذا العدو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا العدو خبير في طريقة إضلالك وإفسادك والوصول إلى قلبك بيت أفكارك فعنده الخبرة في ذلك وعالم بالأسباب التي تفسد هذا القلب وتزيد النفس فسادا هذا العدو أخبرك الله عز وجل عنه ولكن هل الله عز وجل تركك مع عدوك لوحدك الجواب لا لأن أول أمر عرفك بعدوك وهذه منفعة وليست منفعة أن عرفك من عدوك لذلك قال الله عز وجل والله أعلم بأعدائكم إن العاقل إن العاقل من يرجع إلى ربه ليقول يا ربي علمني من عدوي ومن صديقي وهذا ما كان يفعله العقلاء كما ذكرت بالأمس كلمة حاتم الأصم عندما قال نظرت إلى الناس فوجدت كل واحد من الناس وجدته له إنسان يصارعه يخاصمه قال فقلت رجعت إلى نفسي قلت يا حاتم من عدوك أنت من من تعادي من هل اعتمد على عقله واختار عدوه بنفسه أم ماذا قال وانتبه واسمع قال قلت يا حاتم من عدوك قال فرجعت إلى كتاب ربي يا ربي علمني وهذا أعظم أعظم شيء يدل على أن قلبك سليم تجد أن قلبك عند كل قضية يقول استفتي ربك وارجع إلى وحي الله وقل يا ربي علمني فحاتم قال رجعت إلى كتاب ربي بدأ يقرأ قال فوجدت في القرآن أنه ليس الذي أكل مالي عدوي وليس الذي ضربني عدوي طيب من العدو الذي وجدته في القرآن يا حاتم ما هو وصفه ما هو عمله معك قال فوجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله تريد أن تذهب إلى المسجد طاعة الذي يأتي ليمنعك عن المسجد ويصدك عن هذا عدو رأيت فقيرا فأخرجت من مالك لتعطيه الذي يأتي ليصدك عن هذا الأمر هذا عدو أردت أن تذكر الله فمن أراد أن يصرفك عن ذلك إلى اللهو الباطل هذا عدو قال فوجدت فيه أن عدوي من إذا رآني على طاعة الله نقلني منها إلى معصية الله قال وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لماذا لأن دوره الصد الصد والذلك إبليس معنا في جميع تصاريف حياتنا هو معنا والدور المط الذي يفعله واحد لأن الله عند كل شيء تفعله له مراد دور إبليس أن لا تفعل مراد الله أن تفعل ضده فقط بكل بساطة تريد أن تشرب الماء الله عز وجل شرع لك طريقة أن يكون باليمين إبليس يريدك أن تشرب بالشمال فتخالف أمر الله تريد أن تنام الله عز وجل له مراد تريد أن تغضب في حق إنسان الله عز وجل قيد ذلك بحال محددة تريد أن تقابل إنسان بالحب والود قيد ذلك بقيود وإبليس دوره هو أن لا تنقاد في هذه الأفعال وفق مراد الله في كل حياته وهو يجري منك جريان الدم في العروق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الصحابة أن يستحضروا هذه العداوة وهذا الصراع وأن لا يغفلوا عنه يوما من الأيام جاء إلى أم المؤمنين عائشة في ليلتها في ليلتها فبقي عندها لحظة ثم قام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ماذا تذكر إخوانه من أصحابه الذين سبقوه في الرحلة من هذه الدنيا ماتوا وانتقلوا إلى الحياة وانقطعت أعمالهم وهم في قبورهم تذكرهم فأراد أن يزورهم وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم فخرج في جوف الليل بهذه المقصد أم المؤمنين جاءها ماذا وسوسة الشيطان وألقى في صدرها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل ماذا من أجل أن يذهب إلى زوجة أخرى فقامت وتبعته ومشت خلفه بعد أن مشى رسول الله سلم فترة من في طريقه إلى البقيع شعر ماذا أن هناك من يمشي خلفه فنظر في الليل المظلم فرأى سوادا فرجع واستدار وتبع هذا الذي خلفه فأم المؤمنين ماذا فعلت رجعت فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك هذا الذي يمشي من خلفه فأسرعت فجرى فجرت فسبقته إلى غرفتها ودخلت ماذا فعلت رفعت الشملة وتغطت لكن أثر الجري ماذا إذن إنسان جرى ما الذي يحدث نفس الصدر يتردد فرأى ذلك وسلم فقال لها يا عائشة أجاءك شيطانك قال لها أولا يا عائشة أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله هل تخافين أن تظلم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قالت يا رسول الله وما لي لا أغار على مثلك فقال لها يا عائشة أجاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قالت وهل أنت كذلك قال نعم ولكن أعانني الله علي فأسلم إذن هذا الإخبار يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم صحابة أن هناك عدو يريدهم أن يفعلوا ما لا يريده الله أيضا كان رسول الله سلم على طعام وإذا بجارية تأتي مسرعة وكأنها تدفع لكي تأتي تدفع مسرعة إلى الطعام ثم مدت يدها إلى الطعام لتأكل فمسك رسول الله سلم بيدها ثم إذا بغلام جاء من ورائها يجري كأنه يدفع ووضع يده في الطعام فمسك بيده سلم وكل من اثنين لكي يأكل من الطعام دون أن يذكر اسم الله فيكون للشيطان نصيب فقال النبي صلى عليه سلم والذي نفسي بيده إن يد الشيطان في أيديه ما مع يدي إذن هو تعليم أن هذا العدو يحضر معك في كل في كل هذه الأعمال والمقصود ما هو أن لا تفعل ما يريده الله أن لا تفعل ما يريده الله هذه الأشياء التي يعملها إبليس معنا هو ينقلنا كما ذكر العلماء وفق ستة أمور الأعظم ثم الأقل ثم الأقل ثم الأخذ فأعظم ما يسعى له إبليس معنا ما هو أن نكفر بالله وأن نجهل بربنا عز وجل أن لا نعرف الله أن لا نعرف كمال قدرته وجلاله أن لا نعرف ما لربنا من الحق في الجلال والكبرياء والعظمة أن نكون جاهلين بربنا ويكون هذا طريق لأن من كان جاهلا بربه أوقعه إبليس في الشرك والكفر ومن هنا أصبح أعظم مقصود لصلاح القلب أن يمتلئ بالعلم بالله أن تكون عالما بربك لأن العالم بربه إذا علم أن الله أن الله هو الخالق فهل يسأل غيره وإذا علم أن الله عز وجل هو الرزاق فهل يطلب سواه وإذا علم أن الله هو القادر القوي فهل يستعين بغيره وإذا علم وإذا علم من أسماء الله عز وجل إذن هنا تعامل مع جميع المخلوقات بقدر ما هي فيه من الضعف والعجز ولا يعطيها أبداً مما لله عز وجل ويكون العظمة والكبرياء والجلال لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى فإذن أول مقصود لإبليس أن يوقعك في هذا الأمر أن يصدك عن العلم بالله أن يصدك فتكون جاهلاً بربك فيوقعك في الشرك فإذا لم يستطع هذا الأمر نقلك إلى الثاني ما هو الثاني؟ البدعة البدعة أن تتعبد لله بغير ما شرعه الله ولماذا البدعة أخطر من الكبائر لأن فاعلها يظن ماذا؟ يظن أنه عابد لربه فلذلك الرجوع من البدعة أصعب من الرجوع من الكبائر واضح إذن هو الثاني الثاني إذا ما استطاع أن يوقعك في الجهل بالله ثم الشرك به فإنه ينقلك إلى البدعة وتتعبد لله وترى ويأتي إبليس ويعيش هذا الإنسان ويوجد اللذة الموهومة ويوجد تلك العاطفة الجياشة المكذوبة ويشعرك كأنك أقرب ما تكون من الله والإنسان ببدعته أبعد ما يكون عن الله فلذلك إذا فهمت هذا من إبليس لا تتعبد لله بشيء حتى تقول أين هو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو أروني الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء الله قال ولله على الناس حج البيت فجاء الحجاج إذن هؤلاء على فعلهم ما هي حجتهم إن أحد سألهم تفعلون هذا ماذا قالوا تعبدا لله من أمركم من قال لكم أن هذا هو مراد الله قالوا قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صلينا ما هو دليلنا أن هذه العبادة أمرنا الله بها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا صمنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فاضح إذن يصبح الإنسان يتنبه ويصبح هذا الميزان الذي عنده أنت تقول أنت تفعل هذا تعبدا لله أقول أرني أين هذا في وحي الله أرني سأجاء قال لك بر والدي أين هذا في كتاب الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جاءك إنسان قال عامل المسلمين معاملة حسنة فهم إخوانك قل أين هذا في كتاب الله سيقول لك قال الله إنما المؤمنون إخوة إذن تعلم هذا المنهج وافهم وافهم هذه الطريقة حتى لا تؤتى من قبل إبليس فتقع لأن الله حذرنا وخصوصا هنا في باب البدعة قال الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا يظنون في الدنيا أنهم على ماذا على خير ثم يفاجأ يوم القيامة بأنه لا شيء له قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عمل وجهد ثم ما هي النتيجة تصلى نارا حامية فلذلك هذا المكر الإبليسي في هذا الأمر الثاني وهو البدعة فإن لم يدخلك فيها نقلك إلى الأمر الثالث وهو الكبائر كبائر الذنوب والكبيرة ما جاء ذكره في الوحي قرآنا وسنة مختوما بلعن لمن فعله أو غضب من الله أو النار والعذاب العظيم فإن نجوت من الكبائر أو قعك في ماذا أو قعك في اللمم وهو صغائر الذنوب فإن نجوت من ذلك ما استطاع جعلك تنشغل بالعمل المفضول عن العمل الأفضل لو لو يحرمك بدل ما تعمل العمل الذي له أجر عظيم يجعلك تعمل عمل أجره أقل المهم أنك تخسر فإن لم يستطع سلط عليك جنوده ليؤذوه يسلط عليك صحاب الفساد هذا يسبك وهذا يشتمك وهذا يعاديك وهذا يأخذ حقك علّه أن يجعلك تخرج عن أدب المؤمن وتتعامل وتدخل في المعصية والذنب إذن هذا العدو إبليس هذا العدو إبليس إذن هو يأتي إلى الإنسان ولكي ينقله وفق هذه المراتب الستة ما هو المخرج من عداوته مع كل ذاك الأذى انظر إلى كمال رحمة الله بنا وأن الله يريد لنا الخير ويريد لنا أن ننجح في الاختبار والابتلاء فجعل أعظم طريق للنجاة من عدوك هو أن تستعصم بالله وأن تستعيد بالله وأن تستنزل مدد السماء على هذا العدو فأعظم علاج له ما هو أن تستعيد بالله سبحانه وتعالى فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بمعنى الاعتصام والاحتماء وأنك تلوذ بجناب الله عز وجل ليحفظك من هذا العدو وهذا أعظم علاج الثاني أن تقرأ كتاب الله وخصوصا سورة البقرة فالبيت الذي تتلى فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان ثلاثة أيام آية الكرسي تقرأها قبل منامك لا يقربك شيطان المعوذات تقرأها لا يقربك شيطان حفظ من الله عز وجل إذن القرآن الثالث ذكر الله وخصوصا كلمة التوحيد لا إله إلا الله وكلما أكثرت من ذكر الله إبليس لا لا يستطيع أن يعيش وأن يقترب من جوف إنسان مليء بذكر الله أن تذكر الله الرابع أن تكون قدر الإمكان في كل أحوالك على طهارة على وضوء هذه كلها أمور تحصنك من هذا العدو الذي هو إبليس إذن تبتعد الخامس أن تبتعد وهذا انتبهوا مداخل إبليس هي أن الإنسان يفرط ويزيد في المطعم في المنام في الخلطة مع الناس فهذه طرق إبليس يجد من خلالها أبواباً عظيمة لإفساده الشبع والسرف مدخل لإبليس الله لا يحب المسرفين لا يحب المبذرين وهذا طريق إن سلكته فأصبح لإبليس باب عليه كثرة الخلطة مع الناس بدون مصلحة بدون فائدة السمر لا لمصلحة والكلام الذي لا خطام له ولا زمام ولا مصلحة أنت الآن تفتح طريقاً لإبليس ليصل إلى قلبك إذن التزود الزيادة عن المطلوب وعن الحد في هذه الأمور مما يجعل الإبليس مدخلاً عليه فاحذره وتنبه فإذن هذه الطرق التي بها تحتمي من مكر هذا العدو ووجدنا أن أعظمها هو أن تقترب من ربك احتماء وقراءة لكتابه وذكراً له وأن تكون على الحال التي يحبها وهي الطهارة فتكون أنت في حفظ من عدوك ثم أن كلما كنت على حال ترضي الله فإبليس يبتعد عنك يبتعد لا لأنه لا يريد لكنه يصبح أنك في حصن فالله عز وجل يصرفه عنك ويبعده عنك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ما تستطيع يا إبليس فإذا فرط الإنسان في ذلك إذن لا يلوم إلا نفسه إذا تمكن منه إبليس لا تلوم إلا نفسك إذا أنت لا تستجيب لهذه الأوامر وهذه الأمور التي تحصن قلبك ونفسك من عدوك فإذا أنت فرط في أمور التحصين إذا لا تلوم إلا نفسك فإذا هذا العدو الذي هو إبليس إذا هذه طرقه أو هذه أيضا الأمور التي بها يحتمي الإنسان من عدوه وخصمه ثم كلما كنت تزود قلبك بزاد الإيمان فأنت تقول الحصن حول هذا القلب ومن ثم لا يستطيع إبليس أن يقتحم حصن هذا القلب فيكون محفوظا بحفظ الله عز وجل محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى ولذلك أخطر شيء ألا تمكن إبليس من بيت أفكارك من بيت أفكارك فعندها يكون هذا القلب عرشا للمثل الأعلى ما هو محبة الله وإجلال الله وتعظيم الله وتكبير الله جل جلاله فيكون ذاك القلب كالعرش لهذا المثل الأعلى ومن ثم لا يكون أحد على ظهر الأرض أسعد من هذا الإنسان ونسأل الله أن يجعلنا جميعا بهذا الوصف وأن يهيئ لنا ذلك وأن يصلح قلوبنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة